أول 5 امتحانات في المعاصر خمسة تانيين كانوا تنزلتهم ونزلت برضه الامتحانة الاسترشادي بتاع الوزارة بتاع الترم التاني شوفوهم وبعد كده منشوف الفيديو ده لو في حاجة واقفت او محتاجين حاجة بعتولي على الواتساب او سيبولي كومنت كار الماس بتاعيتها 1200 موفينج بيونيفورم فلوستي 20 الدرايفر داسع بريكس داسع الفرامن الفلوستي دكريس دباية 8 نخبنا انها دكريس دي 2 مش دكريس دباي وزن 8 سيكند وعايز يحسب الافراج فورس اكتنج وديريكشن بتاعها طبعا الدييريكشن هتبقى عكس التجاه الحركة طيب احسب ازاي الفورس انا معايا الماس ومعايا الفي فاينال ومعايا الفي انشيال ومعايا الطايم يبقى القانون ده عشان كده لازم احفظ الاشكال المختلفة للقوانين هتلاقوا فيديو في الملخص القوانين بالشرح بتاعهم هستبقى لكو في الديسكريبشن تحت الماس 100 1200 الفي فاينال كانت 8 الفي انشيال 20 والطايم 6 هتطلع لك الاجابة نيجاتف 2400 يبقى لاجابة 2400 والنيجاتف دي عشان هي اوبزيت زي ما احنا قلنا اوبزيت فجر الاستريت اوبجيكت روتيت هوريزونتالي في ونفرمي باس اندر افكت اوف سنتريبيتال فورس 100 ومديني الرادياس باربعة ومديني الماس عايز يعرف البرودك تايم بكامه هي السنتريبيتال فورس امي في سكوير على ار يعني الهندرد اكو الماس بومديني هنحسب الفي لوستي والردياس باربعة هيطلع الفي لوستي ب20 والفي لوستي كان قانونه 2 باي ار عالتي الفي لوستي قلنا ب20 والبرودك تايم عايزينه ودي 2 والباي 22 فار 7 والار قلنا باربعة هتطلع الاجابة 1.26 ما بين الكنياتيك انرجي والبوتينشيال انرجي الابجيكت فول من هايت انهي رسمة الصح هو الابجيكت هو بيقع الكنياتيك انرجي بيزيد والبوتينشيال انرجي بيتقل فهم عكس بعض فلازم تطلع الاجابة انفرز طب الانفرز يا اول يا تاني واحدة هو اللي ده بيزيد وده بيقله فلازم الانجل تبقى 45 بالزبط جراف اوربيتال فيروستي VS الريسيبروكل بتاع سكوير الروت طبعا الريسيبروكل يعني مقلوب هو سكوير الروت اللي هو روت الار فورماني ساتيلايت ايه العلاقة بين الفروستي والار العلاقة بينهم دايريكت بص كده هو كانت الفي جي ام على الار يعني الفي والار انفرز يعني الواجهة ترسم الفي وروت الار هترسم انفرز بس عشان هو شكل بها بقت دايريكت مانهوز الماث بتاعه 70 ووك ان هوريزونتال سايد ديسانس 10 ميتر الورك الدان بيم ويت والويت اللي تحت هو ماشي قدام الويت اللي تحت هو ماشي قدام الانجل بينهم 90 يبقى مفيش وورك بريوديكت تايم الفروتشن اف ارسي 365.25 وده دي لو عايز تحوله الساكند هتعاملونا من 24 طايم 60 مرتين الديستانس بتوين center of sun والearth يبقى دي الار سمول السنتريبيتال اكسيريشن بكام السنتريبيتال اكسيريشن اللي هو عايزها هي V سكوير على R طب انا معاي الار اللي هو 1.496 طايم تمبر 11 عايزين نحسب الفيلوستي فالفيلوستي كانت 2 باي R ادي 2 ودي الباي والار اللي هو 1.496 طايم تمبر 11 على البروديكت تايم اللي هو 365 وربع في 24 في 60 مرتين الرقم اللي هتطلعلك ده هتعاوب به هنا باور 2 أوفر ده طعم باور 2 يعني لازم تحط من كوسين هه هتطلعلك الإجابة 6 سفتمبر نيجيتف 3 اوزة فيجر شو 2 فيكلز أوف اكوال كعينتك انارجي عايز الامي 2 بكام ووترا ما قال لي كعينتك انارجي اكوال يعني كعينتك انارجي 1 2 ودي 2 ودي 2 شير الهوف مع الهوف ماس 1 كان بوان والفروسي بتاعته كان بوان ماس 2 ده اللي احنا عايزينه والفروسي 2 بهوف بس لازم تبقى ما بين قسين هتطلع لجابة 4 يبقى 4M جرفتاشنا الفلد سترينس قلنا سترينس او 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 جرفتاشنا فلد انتنستي ده الجي دي كريزز باي 1% يعني هي كانت 100% وباقت كام 99 ها خد بالك دي دي كريزز باي مش دي كريزز تو من الفاليو على الارض يعني المية في المية دي قيمتها على الارض ومحاك ارتفعت الفوق بقى 99 عايز الهيط قد ايه طبعا القانون الرشو اللي احنا حفزينها الجي على السيرفس والجي على اي هيط اكوال هنا R plus H power 2 وهنا R power 2 الجي على السيرفس اللي هو كان مدلك 100 والجي ما طلعنا فوق بقى 99 الرادياس حطه بواحد والهي تحطه X power 2 هتطلع لك الاجابة اه لا هو مدنا الار انا افتكرت عايزها ان ترمزه في R فهتحط هنا الار 6400 وتحت 6400 power 2 هتطلع لك ابروكسيمتلي 32 person dropped body الماس بتاعه 0.2 كيلو جرام الهيط كان 10 another person catch the body من الهيط واحد ونص عايز تدكريز في potential energy احنا في potential energy كنا حفزانها ان هي Mg الهيط الكبير منس الهيط الصغير الام ب 0.2 الجي من دهالك بتن والهيط الكبير كان بتن والهيط الصغير واحد ونص shift solve هتطلع 17 جول opposite figure magnitude of resultant force اكت على الماس ده طبعا فيه فرس يمين وفرس شمال هيتعام له ماينوس هتطلع لاجابة 250 وعايز كمان الacceleration resultant force equal mA يعني 240 الماس على الرسمة 50 يبقى الacceleration يطلع 5 تبقى لاجابة B body move uniform circular motion long circular radius بتاعها 50 سنتي اللي هو 0.5 متر عمل 90 second عمل 45 revolution احنا product time T على M يعني 90 على 45 يطلع product time 2 عايز centripetal acceleration centripetal acceleration V square على R R ب 0.5 اجيب منين ال V V 2 by R على T يعني 2 22 over 7 في الر اللي هي 0.5 على product time اللي هو 2 الاجابة اللي تطلع لك برضه هتعاوب بها هنا بين cosine power 2 over half هتطلع لك الاجابة 4.9 بس خبالك دي 4.9 سنتيمتر انا عايز meter per second لان احنا كل المعاوضين به meter و second crane truck pulling car horizontal road مسافة 1 kilometer طبعا هيتعامة ton tembauer 3 يطلع 1000 meter وقال لك ton empauer 5 j done by car tension force طبعا التنشان force موجودة في الحبل لكن العربية تحركت لقدام فالdisplacement لقدام والفرس هنا فأما أجعل في خلال الورك فرس ديس بلسمينت كوزين سيتا الورك تيمبار 5 التنشن فرس هو عايزه الديستنس قلنا 1000 وكوزين 60 تطلع الإجابة 200 imagine ان الديستنس between center of sun و earth decreases half يعني الار كان بone بقت بهالف what is the number of days the earth assuming that the period of rotation both the axis remain unchanged القانون اللي بيربط لي ده اللي هو t1 على t2 بس power 2 equal r1 على r2 بس power 3 التيل الأولانية اللي هي 365 وربع بس عملها power 2 التيل التاني عايزينها وعملها power 2 برضو الرادياس الأولانية كان بone وردياس التاني بس دي power 3 ها كان بهاوف لازم بين كوزين power 3 هتطلع لك الإجابة 129.14 اوزي جرافل سريت ريليشن between center of force acting على كار الماس بتاعه 2 ووريزونتر سيركولر باس و square linear velocity عايز الرادياس هي الفورس لسه كنا إلنها mv square على r هناخد الفورس بفور والمس هوم الدونة بتو والفلوسي سكوير كلها باربعة ما تحطراش بور توها وهو عايز الرادياس بكامل هيتطلع الرادياس بتو میتر اوزي جرافل بريزنت في مومنتم مومنتم يجمع مومنتم وفي تو بادي a and b versus time which of the two body affected by net force هو هنا المومنتم كونستانت يعني الفلوسي كونستانت يعني الريزالتانت فورس بزيرو الريزالتانت فورس بزيرو هنا المومنتم بتزيد يعني الفلوسي بزيد يعني زيزة الريزالتانت فورس opposite figure شو سيمبل بندرام وانزا بندرام بوب موف from a to b to c عايز اللي يسأل البوتينشال وإيه اللي يسأل الكانيتك وإيه اللي يسأل الميكانيكل طبعا الميكانيكل ريمين كونستانت في أي نقطة لكن from a to b انت بتقرب للأرض فالكانيتك انرجي انكريزز والبوتينشال انرجي ديكريزز from b to c العكس انت بتعلق فالبوتينشال انرجي زيد وعكسها الكانيتك انرجي تقل car moving على بنكة synchron road معقوض السؤال ده احنا حافظينه قلناه وفيه فيديو بيشرحه قالك centripetal force acting على الكار كانت الصم بتاع الvertecal ولا الصم بتاع الhorizontal بتاع الرياكشن والفريكشن هي الأخيرة احفاظها كويس truck الماس بتاعتها كزا كيلو جرام start motion from rest الvinitial بزيرو و action of two forces واحدة لقدام بسبب الانجين بكزا واحدة الورا بسبب الفريكشن الdisplacement كام اللي مشيها واللي سبيب بقى التلاتة بدل zero احنا الريزلتانت فورس دلوقتي هنعمل الثري ten bar four والتوينتي ايه ten bar three هنعملهم منس عشان هم ايه opposite هتطلع الريزلتانت فورس 2000 نيوتن طبعا الريزلتانت فورس equal الماس اللي هو four في ten bar three على الاكسليشن فالاكسليشن اطلع لك بهاف معاي ومعاي ومعاي ومعي الاكسريريشن يبقى هنعوض في في فاينال سكوير اكوال في نشل سكوير بلاس تو في الاي في الدي هتطلع المسافة تسعة متر او بزيت فجر شو سري بولز اكس واي زد وير بلزد في سيم بليم الرايشن مبين الجرافتيشن الفورس مبين اكس وي وجرافتيشن الفورس مبين وي وزد طبعا الجرافتيشن الفورس اللي هي جي ام ام على ار سكوير طيب انا هكتب القانون مرتين عشان اوريك بس انا هشتب ايه مع ايه طبعا الجي سبت هنا مرة ماس اكس مع واي وهنا مرة ماي ماس واي مع زد فماس واي هتشطل في الاتنين هو عايز فورس الاولانية اللي هو اكس واي على فورس واي زد فهنا ماس اكس وهنا ماس زد لكن هنا الرادياس اللي هي بتاعة واي زد وهنا الرادياس او المسافة بتاعة اكس واي وهو اعتنسة بورتو طب ره هنعوض ماس اكس باربعة وماس زد باتنين المسافة واي زد بواحد بورتو وهنا مسافة تو بورتو هتطلع الاجابة في الاخر بهاف اوبش اكتماس بتاعه وان كيلو جرام فول فوروم رست من هايت 180 متر بافزا جراوند عايز مومنتم في اللحظة اللي خبط فيه طبعا مومنتم مي في الماس هو مدهو لك نايس نال في طيب اجيب الفي من اين معانا الجي ومعانا الهايت ومعانا الفي نشل وعايزين نحس الفي فاينال يبقى الفي فاينال سكوير اكوال الفي نشل سكوير بلاس تو في الجي في الهايت اما هتطلع لك الفي فاينال هتعوض بها هنا هتطلع لك في الاخر المومنتم بسكستي اوزي جراف البرزن تريشن بتوين الفورس والديس بلسماند وعايز الورك لازم احسب الاريا اندر كيرف طب الاريا دي ايه دي ريكتانجل او سكوير ايا كان اعمل السايد ده ما اكتبلاقي السايد ده يعني فايف تايم ففتين هتطلع لك الاجابة سيفنتي فايف تينس بول وبولنج بول فولنج توجيزه فرم سيم هايت في افاكويت دي شامبر يعني اوضا مفيهاش هوا مفيهاش فريكشن اما يوصلوا نص الوركال هايت ولا البوتنشل ولا الميكانيكال ولا الكنياتيج ايكوال لان المسلس مختلفة كورة التينس صغيرة انما كورة البولنج كبيرة انما احنا كنا واغدين في الترم الاولاني ان السرعة سابتة لو حتى فار وفيل وقعه هيقعه في نفس الوقت بنفس السرعة بادي المس بتاوي ام روتايت وسكونة سنتلينة الفروستي في سيركولر باس الرادياس ار كومبريت وان سايكل في تايم تي يعني ده براديك تايم سنتريبتال فورس اكت كورترد براديك تايم اللي هيحصله هي السنتريبتال فورس كانت ام في سكوير على ار فهو بيقولي الفورس كورترد يعني قلة الربع طيب المس سابت والفروستي سابت لا الفروستي مش سابتة الرادياس هو اللي سابت طب عشان دايقل الهوف ده دايرجت معي فقل بس خب بالك هو قل الهوف بس عشان دايقل الكورتر دايقل الهوف لان ده علي بورتو فهوف بورتو تديك كورتر والفلوس تي احنا عايفين انها 2 بي ار على تي التو بي ار ثابت اما الفيت قيل الهاف الاخ ده يزيد اله يزيد اله يزيد اله يزيد اله يبقى 2 تي وبذا تفجر البول الماس بتاعتها ام سلايد فروم ريست من بوزيشن اي لحد يوصيب بوزيشن بي بسرعة خمسة طبعا احنا عايفين انهاف ام في سكوير معنس في سكوير اكوال ام في جي في الهيط الام تروح مع الام ودي هوف الفي الكبيرة اللي كانت عند ايه ودي اللي هو عايزها حطها سكوير الفي التانية بخمسة ودي جيبتم سوري الفي بخمسة عند بي لكن الفي عند ايه بزيرو عشان كان قرست الهيط الكبير بسبعة ونص هو عايز الهيط الصغير يبقى هتطلع لاجابة سكس بوينت تو فايف السؤال ده حلناه وحافظينه قالك تو لود ار كونيكتد بروب وفنجنجاب الماس الروب سموفينج في سموس بولي داريكشن شوين انزافيجر طبعا الصغير هتطلع لفوق كبير ينزل لتحت طيب بالنسبة لده عنده ويت لتحت بام جي لها 7 نيوتين 7 في 10 و تنشن فوق وده تنشن فوق و الويت بتاعه و 5 في 10 في 50 الوبجيكت بصلا انا بصابعة ده الويت اكبر من التنشن اكوال الام في ايه و التاني التنشن اكبر من الويت اكوال الماس في الاكسيريشن اعمل التو اكوال سدور بلاس هتلاقي تي راحة مع تي 70-50 ب20 7 بلاس خمسة 12 هيتطلع لك الاكسيريشن 1.6 كتير اوبجيكت is projected vertically upward from ground الجرافي present relation between potential energy والهيط كل ما الهيط يزيد كل ما الpotential energy يزيد اخر اجابة Direction of orbital speed of satellite orbital earth عامل انجل كام مع الفرس الdirection بتاع الاسبيد والفرس هو الاسبيد كان tangent والفرس ناحية السنتر هو والأكسيريشن فكده الانجل بينهم 90 following graph present change of net force acting على البادي 1 كيلو جرام في 10 ثواني in which time interval الconistant speed كانت موجودة constant speed يعني resultant force ب zero يبقى الحتة دي هي اللي فيها الفرس ب zero لكن هنا فرس بزيد هنا فرسة سابتة هنا الفرس بتقل تبقى interval d moon complete one rotation every 27.3 day height of the moon above earth surface بكام القانون الكبير اللي هو gm t square equal 4 by square ممكن هنا r power 3 او r plus h عشان هو عايز height بينكم 2 power 3 الجي 6.67 time 10 bar negative 11 هوم ادهالك الام هوم ادهالك ب6 في 10 bar 24 time بينكو 10 bar 2 27.3 day لازم تتعامل time 24 time 60 مرتين كل ده bar 2 الناحية التانية اكوال 4 وبينكو سين الباي باور 2 بينكو سين الارم الدهالنا ب6400 بس ده كيلومتري يعني time 10 bar 3 بلاس الهيط اقفل cause bar 3 هتطلع لك الاجابة 3.77 time 10 bar 8 ارو انزا اوزت فيجر شو ده ديريكشن او فورس بايويتش الارسل فيكت الساتيليت so واحنا كده كده عارفين ان هو مفيش وورك عشان الدييريكشن بتاع الفورس بربين دكرال على الدييريكشن بتاع الموشن what is the direction of net force act على الستون تايد في اندوف سريد rotate في سيركولر موشن طبعا النيتفورس تبقى toward center of rotation what is the direction of the motion طبعا tangent to the circular path in straight line عايز mathematical relation وعايز اللي slope طبعا ده مومنتم وماثبا mathematical relation b equal mv والسلوب y على ال x يعني equal acceleration هنا f و a يعني force equal m a والسلوب بتاع حضرتك هو acceleration على الفورس وده يديك ريسيب روكال of the mass body move في circular path radius بتاعه r و v و v قالك effective by center of force f speed increases to root to v moving في same circular path يعني r مدغيرتش عايز يعرف centripetal force اخبارها ايه centripetal force m v square على r وقالك r مدغيرتش وال m مدغيرتش f 1 على f 2 direct مع v بس بغير 2 f 1 by 1 وعايزين نعرف f 2 velocity 1 by 1 velocity 2 by root 2 هتطلع الاجابة 2 يعني 2f opposite figure ball is blessed على top of the inclined surface it can reach the ground by falling vertically from a to b or by rolling down من a to e passing through c و d kinetic energy في كل points c و d كانوا equal وما c و d نفس الارتفاع فتبقى صح kinetic energy في b و e قد بعض b و e نفس الارتفاع مرضو تبقى صح ميكانيكا الانرجي للكل صح يبقى اول the previous current mass بتاعها thousand start from rest يعني v initial ب zero so after 2 seconds momentum كان كذا after 4 seconds momentum هيبقى كام احنا عارفين ان momentum direct مع time ليه؟ لان مومنتم قانونها مات فمومنتم direct مع time المومنتم الاولاني كان 4 في 10 bar 3 وعايزين المومنتم التاني time كان 2 بقى 4 يبقى تطلع الإجابة 8 في 10 bar 3 following figure present 4 body from circular motion which one of this body affected by largest centripetal force هي الفورس mv square على r الماس بواحد والفلوستي بواحد والr بواحد يعني الفورس بواحد الماس بواحد الفلوستي ب 2 bar 2 والradius ب 2 يعني 2 الماس بواحد والفلوستي half bar 2 على half يعني تطلع half الماس بواحد والفلوستي ب 3 bar 2 وده 3 دي هتطلع اكبر واحدة هتطلع 27 تقريبا بالفلوستي بواحدة الماس بواحد منهم دابل اللي تشانج في الدستانس ما بينهم ايه عشان تبقى التركشن فرصة للا 1 يعني انا عندي R1 ب1 وهو بيسألني R2 كام الbody او واحد من الماسز قال لأ زاد الدبل يعني فيه ماس كام ب1 وبقى الدبل وبيسألني المسافة بكامل لتخلي الفرس تقل الهاف يعني الفرس ب1 تبقى هاف طبعا القانون بتاع حضرتك اللي هو GMM على R2 الجي سابتة وفيه ماس سابت ماس تاني تغير يعني F1 على F2 الماس دايركت يعني ماس 1 على ماس 2 بس الر inverse وما تنساش بار 2 الفرس كانت 1 بقى هاف الماس زاد الدبل كان 1 بقى 2 الر2 دي اللي أنا عايزها أخد بارك وهو يديك R1 ب1 Shift-Calc او كرسنا تبليكيشن هتطلع لك الإجابة 1 أوز الجراف يبقى بتتكلم في الفريكشن محدش بقى يقولي الصم بتاع الهوريزونتل والصم بتاع الهوريزونتل لا طبعاً 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 تبقى تنجنت ولازم تبقى ماشية معاً تجاه الدولان فتبقى c وأنا بقول what happened to the momentum as it arises وهي طالع الفلوسي بتقل فلازم المومنتم تقل معها ساتليت أوربت بلانت الأوربتة الريدياس بتاعه كذا يمدى الأر acceleration due to gravity as the orbit كانت 4 dg عايز الأوربتة الاسبيد فاكريني القانون روت gr فادي g4 والر 10 بار 6 هتطلع الإجابة 2 في 10 بار 3 body weight بتاعه 60 والكينياتي energy 72 عايز المومنتم كان فيه قانون بالميل المومنتم والكينياتي energy الهو كينياتي energy في مومنتم over 2 mass طيب الكينياتي energy ب27 وهي دي مومنتم اللي احنا عايزينها يبقى نقصة الماس هي الويت equal m في g صح يعني كده الماس بستة يبقى نكتب هنا ستة shift solve تطلع الإجابة 10 which is the following graph present relation between work done ونبقى يبقى يكون اسمتة force والانجل between the direction of the force and dispersement هو الورك F D cos theta كل ما الانجل بتقل هتلاقي الورك سوري كل ما الانجل بتزيد هتلاقي الورك بيقل ليه افتكيرها كده cosine 30 و cosine 60 اما الانجل زادت ده تلاقي 0.5 لكن ده 0.5 هيتو حاجات اما الانجل زادت ال cosine قلت والرسمة دي كانت موجودة عندنا في سؤال في المعاصر لو مش فكروا ارجع درس الورك بص عليه عشان كان سؤال مهم body mass بتاعه 35 kg pulled to top of building by using rub that can assist in maximum tension maximum acceleration that the rich by the body during invasion هتبقى كامل هو الجسم فيه فرصة فوق اللي هي 490 وفيه و تحت اللي هو mg فالresultant force اللي هي 490 minus weight اللي هي mg اللي هي 35 في 10 هيدينا ma اللي هي 35 في ال acceleration ده الresultant force equal ma shift solve هتطلع لك ال acceleration before opposite figure present two planet x and y orbit star 1 الماز بتاع planet x كذا قال لك الattraction force by which is a star act on h1 are equal عايز يعرف mass y هي الattraction force دي equal يعني attraction force x add y يعني gm mx على مسافة بينهم bar two equal gm star وmy على مسافة بينهم bar two احنا احنا عايزينها بس المسافة بينهم two power two هيطلع لك mass object y four في 10 power 24 اوة عتنسا اليونت تو ايدنتيكال بول برجكتة فروم توبوف بردنج وانوف زيموز برجكتة فرتيكال اوبورد والتانية فرتيكال اوبورد بالسيم initial velocity compare between kinetic energy في الانسنت اللي اتنين خبطوا بيها دي بتاعت الترمي الاوراني انا ده لو رميته فوق هيطلع وهو نازل سرعته هنا هتبقى ايكوال هنا يعني كأن رميته تحت بالزبط يعني دلوقتي هنا وده ده وده نفس السرعة نفس الهيط فهم الاثنين هنزلوا تحت بنفس فيروس دي ونفس kinetic energy person try to push poxel mass بتاعه 50 kg محطوط على rough surface but he could not resultant force تبقى كام resultant force تبقى بزيرو هي الراجل ما ارتلاكش فرس بتاعت الراجل بزيرو بس الفريكشن فورس بمليون و الفورس بمليون ف resultant بزيرو عشان هو ما تحركش نيوتن فرس تلو of the figure شو mass a و mass b blizz on two different height from the ground which of the following physical quantity differ from the other طبعا اول حاجه تييف بلك potential energy يقولك ان mass بواحد وال distance باثنين لكن هنا potential energy mass باثنين وال distance بواحد فالبوتنشل زي بعض والكانتك هما اصلا ما بتحركوش والميكانيكال قد البوتنشل المختلف في الويت يمعلم عشان الماسز مختلفة هيبقى الويت مختلف ساتلائت اوربيت بلانيت with tangential velocity 9 km per second طبعا دي هتتعمل time 10 bar 3 عشان تبقى 9000 متر per second distance between satelite و center of earth كذا ده ال R عايز product time V equal to buy R over product time ال velocity قلنا دي 9000 و دي 2 ما تجيش جنب الباي ال R هم ادهلك ب 5.43 تبقى الويت مختلفة في فورس 3 في 10 bar 6 على بريدك تايم shift solve والتلك ما تحطش دي عالك الكالكوليتر الباي ليه لان الاجابات كلها فيها باي shift solve هتطلع لك 1.21 في 10 bar 3 رجع جنبها الباي تاني opposite figure وتشوف the following statement is correct related to the work done ايه بيعمل work done بس ايه بيعملش لان الفورس الفوق وال displacement يعني انهي اجابة هتبقى الاجابة بي ايه بيعمل وورك لكن بي مش بيعمل وورك attraction force between two body كانت 0.04 distance ما بينهم double الattraction force اللي حصل لها attraction force gmm على R square اما ال R دي زيت double bar 2 يعني زيت اربع مرات يبدأ يقل الربع فاضرب 0.04 في ربع هتطلع لك 0.01 ممكن تحلها ratio ركز في ده كده قال لك object under go circular motion بتانجينشا velocity 10 وعمل displacement كذا during ربع لفة ال displacement دي بتاعت الربع لفة كان قانونها R رود 2 وهو مدهلك بتان رود 2 طير دمع ده يبقى الR بتان وهو مدكي velocity وعايز برودك تايم الفلوستي كانت equal to باي الر بعشرة وهو عايز برودك تايم هيطلع لك 44 على 7 اوز graph represent change acceleration of the body start from wrist في straight line مع time قال لك momentum constant امتى معنى momentum constant ان velocity constant يعني acceleration بزيرو والحتة الاخيرة دي هي relaxation بزيرو هنا relaxation بزيد هنا relaxation سابتة هنا relaxation بتقل يعني k by increasing orbiter radius in satellite ايه لا يحصل برودك تايم و ايه لا يحصل للسبيد اما زود الradius ايه علاقته برودك تايم علاقته g m t square equal 4 by square t bar 3 يبقى علاقته direct اما زود R البرودك تايم هيزيد طب علاقته بالفلوستي g m على R المزيد V تقل يبقى increase decrease body is projected vertically upward and maximum height for the body from the ground is x which is the following graph present relation ما بين kinetic energy والheight كل ما height يزيد البوتنشال تزيد والكينتك تقل فكده تبقى الاجابة c ساتليت الماز بتاعه 10 bar 3 kg orbit planet الماز بتاعه كذا ورديس كذا عايز الاسبيد بكام طبعا الاسبيد root g m على R انا مش عايز ماس الساتليت في حاجة انا عايز ماس الكوكب نفسها يعني هنا هعمل root 6.67 time 10 bar negative 11 في ماس الساتليت اللي هو 10 bar 24 على ال R اللي هي 6.67 في 10 power 5 هتطلع الاجابة 10 power 4 بادي الماز بتاعه 19 بجينت free fall height 60 kinetic energy في الميت بوينت بكام انا لو حسبت البوتنشال energy في الميت بوينت هتبقى هي هي الاجابة 5 7 0 resultant force act on a mass M to accelerate it by taxation A لو resultant force بقت 4 بدل 1 والماز بقى 2 بدل 1 الاكسيشن هتبقى كام F1 F2 F2 F4 الماز direct 1 2 والاكسيشن كانت 1 تبقى كام هتطلع الاجابة 2 إنزا أوبزت فيجر زيورك دون بي فورس إف توبوش دابوكس أبورد فروم زي جراوند توبوف إنكليند طبعا الديس بلسمانت في نفس الاتجاه فالفورس أو سوري الورك إكوال فورس في ديس بلسمانت طيب الفورس هوم ادهلك بمية الديس بلسمانت بكام أوبزت على هايبوتنس يعني سين السيرتي إكوال سري على الديستانس فالديستانس هتطلع بستة يبقى الإجابة ستمية واحد تاني ممكن يقولي أنا هحسبه من البوتنشال انرجي بس ده يبقى قصة تانية م جي في اتش فهياخد الماس مش هيلاقيه بس مهم إنه هيبقى عايز يستخدم الهايت اللي هو إيه اللي هو التلاتة على طول جيت فلوي بيكون سنتس بيت سكستي يونيفورم سيركولار باس الراديس بتاعه 200 ميتر سنتريبت الفورس ريكوار توكيب في سيركولار باس كزا عايز الماس طبعا الفورس اكوال ام في سكوير على ار شيفت سولف تطلع لك الإجابة 9.5 طيب تين باور سري اللي هي تاني إجابة كالكوليت رشو بتوين اكسليشن دوتو جرافيتي on surface of moon و surface of earth في نوزة ان الماس في earth كزا والرديس كزا والماس في moon كزا والرديس كزا طبعا الجي جي ام على الر سكوير الجي سابت وعايز جي moon على جي ارس يعني ماس المون على ماس الارس ور الارس سكوير على ر المون سكوير الماس بتاع المون 7.35 time 10 bar 22 ريديس الارس بين كوسين 6.4 time 10 bar 6 bar 2 ماس الارس كان مدهولنا 5.976 10 bar 24 وبردو ريديس بتاعها لا ريديس بتاع المون بقى برضو لازم يتحط بين ايه كوسين bar 2 هتطلع لك الاجابة المفروض تطلع 6 following figure show identical car same mass a range 3 ascendingly according to the maximum acceleration that can be result after passing traffic طبعا ده عنده mass ده عنده mass و mass ده to mass فالforce على الماس تدي حضرتك acceleration force is equal لانها نفس engine فكده اللي عنده mass كبير هيبعنده acceleration صغير يعني كده acceleration a اكبر من acceleration b اكبر من acceleration c opposite figure wooden box is brazen or smooth surface work done by force f to move horizontal distance 20 كانت 1000 جول عايز acting force طبعا الwork اللي هي 1000 دي equal force في displacement في cosine الانجل اللي بينهم shift solve هتطلع لحضرتك 100 ساتلائت orbiting الارث بسبيت كزا متر per second ساتلائت take 1.6 hour يعني ده لازم يتحول minute ولازم يتحول second to complete one cycle ده كده product time عايز length of the orbit طيب velocity equal 2 by r على t length of orbit ده هو اللي هو عايز يعني كده الvelop نعاوب بيه على طول 8.4 في 10 power 3 ودي length of orbit والtime 1.6 في 60 مرتين الإجابة هتطلع لك بالمتر اعمل لها time 10 power negative 3 عشان تحول كيلو متر هتديك 4.84 time 10 power 4 كيلو متر جير لبولك كارت الماس بتاعتها half horizontal friction less road الفرس كان 25 عايز يعرف force of gravity مرتب كامل V minus V V final bar 2 minus V initial bar 2 هتطلع لك الإجابة طبعا بال negative 5 3 3 بس دي كانت بال Joule وضربناها في Timber negative 3 عشان تبكيله Joule wire passing through hole in the table الماس M هو اللي attached في end وبيلف circle root radius R و سرعة V M 2 ده الهنجل تحت فانت عند حضرتك centribital force اللي هي M1 V square على R equal M2 على G هو عايز M1 فدي M2 G R تطلع جنبها والفلوستي تنزل تحت والر تطلع فوق M1 لا وعايز انا اسف وعايز الفلوستي بتاعت M1 يبقى سيب الفلوستي زي ما هي وM1 هي اللي تنزل تحت وبعد كده خود الroot فتلاقي M2 على M1 GR رولا كوستر كان موف من فرست هيل مهيت كذا بسبيت كذا لسا كان هيل بتاع كذا عايز يعرف الاسبيت كام ادي هاف M V سكوير ما ناس V سكوير ودي MG height ما ناس height اشتب الماس ادي هاف الفلوستي كان بتو عايز عرف الفلوستي بكام ودي G 9.8 الهيط الاولاني كان 40 الهيط التاني كان 15 shift solve هتطلع الاجابة 22.23 2 constant force act on 2 body x and y opposite graph present ratio من الwork done وفي h force و displacement عايز يعرف ratio force و force هو work equal force of displacement فما تبقى عايز force work على displacement اللي هو من الاخر y على x اللي هو slope فالforce direct مع slope بالنسبة x هعمل 32 30 بس بالنسبة y هعمل 60 تطلع الاجابة 1 over 3 boy held end of string attached by pull the mass betاع it and railed عشان يعمل correct left circular pass radius 60 cent 0.6 meter و mdecal speed by boy و عايز يعرف tension force كان tension force m v square على r هتطلع لحضرتك الاجابة 3.29 body mass 2 kg start from rest 10 m for muddy soil stop after 4 cm جوه soil عايز average force طبعا عشان تجيب force انت معاك mass 2 kg محتاج acceleration طيب وهي بتقع اما دخلت في الطينا stopped got tina كانت بتقع من على 10 متر فمعانا distance ومعانا v initial ومعانا g ما عرف نحسب لك v final هنا اللي تعتبر v initial اللي دخل بيها طيب v final square equal v initial square plus 2 g في d فتطلع v root 200 نرجع نقول ان هي stopped بعد 4 سنتي طبعا 4 سنتي ده هو 0.04 متر فمعانا v initial بقت root 20 وال v final ب 0 و d2 عايزين نهرف ال acceleration اللي يمشي بيها 4 سنتي هتطلع acceleration negative 2.5 meter per second square اما تضربها في 2 هتطلع negative 5000 ستلاف ستلاف اربط الارث ب uniform circular pass ومدينا velocity بالقانون ده واحنا عارفين ان ده مفروض root gm على r gm تروح مع gm والroot يروح مع root يعني كده one equal 3 على 2 r وهنا one على r انا نزلت 2 تحت ماشي يبقى كده 3 على 2 1 5 طيب r plus h يدينا 1 ونص r يبقى height بكم يبقى height بنص r وهذا 1 يبقى 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 بنص عشان يدينا 1 ونص graph represent relation between kinetic energy free full with distance from original position يعني ده نزل كده وده نزل كده هو بيكلم اما distance z اما distance z وانت نازل kinetic energy هتلاقي بالz العلاقة بينهم direct opposite figures هتلاك s1 s2 الماس بتاعهم 1 و2 respectively orbit earth same height r 1 و mass planet 1 r هتلاك product time s1 s2 كان gm t square equal 4 by square 4 3 g ثابت m ثابت r ثابت يبقى لازم يمعلم time يبقى ثابت ball mass 2 kg fall from height 20 meter على hard plane collide with it و بيقول لك ان pull 76 joule of energy due to collision how fast it the ball bouncing up احنا نحس ب potential energy فوق الى kinetic energy تحت يعني mgh mass b2 g 10 height 20 هتطلع لك الاجابة 400 joule هو خسر 76 فكده معناها ان kinetic energy الى رجع بيها 400 شي منها 76 هتطلع لك 3 2 4 joule دي اللي هحسن منها kinetic half mass في velocity square هتطلع على حضرتك velocity approximately 18 biker climb up his motorbike hill على نص شكل نص دايرة من dc radius رجع رجع max speed اللي يوصل بيها فوق وتفضل البيك لمسة الارض طبعا root g في r وخلص السؤال على كده يعني 22.36 when you jump from certain height to the ground you bend your knee to the instant of touching the ground by your feet طبعا انت عايز تزود the impact time عايز تزود the impact time عشان force to increase the impact time so the force of collision decrease وتكتب له الكنون opposite figure at which point potential energy of zaman has maximum y طبعا هقول له ايه هقول له potential energy equal mgh وقول له potential energy direct proportional مع height كده احنا نبقى خلصنا مع بعض الامتحانات ان شاء الله العشرة كلهم والامتحان الاسترشية دي كمان بتاع الوزارة نزل بالتوفيق وربنا معاكم وركزوا في الامتحان ان شاء الله هيجي سهل ولو في حاجة محتاجينها بعتولي اي وقت على الواتسيب ساعة عليكم